في الكارت في الاول طبعا دي الكروت اللي انا شفتها يعني في كروت ممكن يكون ليها اشكال مختلفة خصوصا الكروت القديمة يمكن يكون شكلها مختلف عن الكروت الحديثة لكن يعني ايه الاخر الهدف واحد يعني هتلاقي الرقم تها الكارت ده مهم جدا وفي الابحاث بيكتبوه حيقولك انا قارنت مع الكارت رقم كذا فرقم الكارت ده مهم جدا لان نفس المادة ممكن يكون لها كروت كتير لان فيه متخصصين كتير حضروا المادة دي كل واحد حضرها بطريقة مختلفة فكل واحد عمل لها تحليل مختلف فكل واحد رجع لها في كارت الواحدة عشان كده عملية مطابقة المادة مع كارت معين ده فن الواحدة ومهارة الواحدة ففي كروت كتير لنفس المادة فرقم الكارت مهم جدا بعد كده حيسمي لك بقى الاسامي بتاعت المادة مثلا ديت تيتانيام احنا بيسميه ت ده نوع الاناتيز. احنا الاسامي الكتير دي يهمنا اليمبيريكال فورمولا. يهمنا التركيبة او الكيميكال فورمولا كمان نعلم. يهمني الكيميكال فورمولا دايما. الرمز الكيميائي بتاعه اللي هو تي اي اوتو. ده اللي احنا نعرفه دلوقتي. فاحنا بنقارن مع تي اي اوتو وهو قالنا ان هو الاناتيز. دي معلومة كويسة ومهمة يعني. طيب. بعد كده فيه كريستالوجرافيك برامترز. في معلومات جاية من علم الكريستالوجرافي. هي اللي بتقول لنا الزرات مترتفة ازاي بقى بتاعته. ده بقى شغل المتخصين بتاع كريستالوجرافي. ده اللي هم بيعملوا. عشان كده ده بقى كارت مور جاي. هم عاملين بقى الحاجات دي وموضحينها هم فاهمينها. هم بيشرحوا لنا الكلام ده. علشان تعرف يعني ايه كريستال سيستم وانيه سبيس جروب والكلام ده لازم تدرس مقدمة في الكريستالوجرافي. فانا مش عايز تقل المضوع عن كده. فدي بس معلومة من علم الكريستالوجرافي يعني. في الاغلب العام مش هتهمنا اوي. واغلب اللي مش متخصصين اوي لما بيشتغلوا مع الكارت ما بيعدوش على الحتة دي كتير ما بيركزوش معها اوي. احنا يهمنا منها الكيميكال فورمولا بتاعها واسم المادة كده نبقى فاهمين كلمة اناتيز دي. او احنا عارفينها باسم تيتانيام دايوكسايد. مش مشكلة احنا نبقى عارفين كلمة اناتيز وعارفين الكيميكال فورمولا بتاعتوه يهمنا الرقم ده. ده اللي يهمنا منه دلوقتي. بعد كده بيقى فيه جدول هنرجع له بازن الله وبعد كده فيه البكات بتاعت الكارت. دي البكات الرئيسية اللي في الكارت. انا عايزة دي البكات كلها اللي في الكارت. كل البكات اللي طلعت للباحث المتخصص ده اللي عمل لنا الكارت ده ودهولنا وصبهولنا في المكتب المرجعي. البكات دي هي اللي رسمها هنا. الباحث العامل العينة دي اللي محضرها. رسم لنا البكات اللي كانت طلعة في الكارت اهي. في الخط عشان يورينا بيكات وهو وبيكات الكارت فيه. احنا دلوقتي جوه الكارت بنتفرج على بيكات الكارت. دي بيكات الكارت اهي. شايف البيك الرئيسية دي? دي البيك ال 100% دايما. هو دايما البيك الرئيسية بيعتبروها 100%. البيكات دي بتبقى نسبة منها. يعني هو بيعملها نسبة وتنسب. فدي مثلا نسبة من دي تبقى كيان. دي نسبة من دي تبقى كيان. اهم حاجة في الكروت تبقى عينك على اقوى خمس او ست بيكات. لانه انت لو انت بتحضر مثلا التانية من دقسات الاناتيز مش شرط يطلع معك كل البيكات دي. هو محضر المادة بتاعته بطريقة معينة بنظام معينة شايف انت عندك كم بيك؟ بيكات كتير جدا. فانت مش شرط بكنام وما تليل خصوصا مش شرط تطلع معك كل البيكات دي. في بقى اختلاف بين المتخصصين. في ناس تقولك اهم حاجة اهم اقوى اربع بيكات في الكارت. في ناس تقولك ركز على اقوى خمس بيكات في الكارت. انا كياسر بركز على اقوى بيكات عامة. يعني خمسة ستة سبعة كل ما يزيد كل ما يبقى افضل. بس يعني يستحصل ما نقلش على خمسة او ستة. خلاص? طيب. البيكات دي احداثياتها فين بانا مش شايف هنا دي كانتو سيتا والذي انظامها هي المعلومات كلها هي. في الجدول ده. في الجدول ده بيحدد دي عدد البيكات. البيك الاولى البيك التانية البيك التالتة البيك. وبعدين الهكل ده الرموز بتاعت ميلر انديسيز. ده رمز المستوى. ده الواحد زيرو واحد زيرو زيرو اربعة اتنين زيرو زيرو. دي الارقام اللي هو كاتبها لك هنا. هي. واحد زيرو واحد احطيتها ما بين قصين. زيرو زيرو اتنين احطيتها ما بين قصين. وهكذا. دي ارقام المستوى بتاعت ميلر. اللي سببت البيك دي. دي المستوى الحق معادلة براجي اللي سببت البيك دي. خلاص? فدي الارقام اللي انت بتلاقيها العينات مكتوبة. ببين قصين كده. فده الرقم ده مهم بالنسبة عنها. الدي سبيسنج مش مشكلة دلوقتي. الطو سيتا هي قيمة الزاوية طالعك هنا. فانت لو الكارت الزاوية هي كلها عشان انت زي ما قلت لك في الرسمان انت انت شايف الطو سيتا فين? فهي الطو سيتا هي واضحة قدام منك هي. دي الانتنستي. دي مهمة جدا. كم انت دايما عني تيجي على البيك المالي اولا. البيك الرئيسي. المية في المال اللي هي البيك دي. البيك الكبيرة. البيك الرئيسي. لما انا اكون محضر مادة طبيعي ان البيك الكبيرة بتاعتي تناظر البيك الكبيرة بتاعته. ده المفروض. الكلام ده استثناءات بس انا مش عايز مش عايز اخرج من القاعدة دلوقتي. نعايز هفهمك القاعدة الاول وبعنى من الكلام عن استثناءاتها. خلاص? فبس انا بضطر اقول كده علشان لو حد مثلا ايه بيسمع الكلام ده وعنده معلومة من قبل كده ما يحسش ان فيه تعارض ما بين اللي هو يعرفه وانا بقول. لكن الاصل المفروض لو دي البيك الرئيسية بتاعتك المفروض تطلع لك البيك بتاعتك قريبة منه. تعال حتى نبص على على زين كوكسات بص. البيك الكبيرة بتاعته وصاد البيك الكبيرة بتاعت الكارت. البيك دي بالنسبة لدي قريبة قوي من البيك دي بالنسبة للبيك دي. هنا اختلفت. ماشي واح معقول ما فيش مشكلة. البيكات دي صغيرة بالنسبة للبيك الكبيرة. هنا فعلا البيكات طلعوا له صغيرة بالنسبة للبيك الكبيرة. ففيه نوع من انواع انه ايه? general trend موجود. البيكات الصغيرة في العينة بتبقى صغيرة في الكارت. والبيكات الكبيرة في العينة المفروض تبقى كبيرة زي الكارت. ففيه نسبة تطابق كويسة جدا ما بينهم. زي ما قلت لك. هي دي دي الاغلب العام. فانت لما تدص على كارت زي كده عينك تيجي على اول بيك الاول ليه المية في المية. وتعلم كده على الجنب. منها علامة لانت لازم تلاقيها في المادة بتاعتك. ولهاش حل لازم تلاقيها في المادة. انا بعد كده ببص على اقوى خمس بيكات. فبعد كده بعناي. ادي المية في المية. ستاشر رقم حلو مع اول. اخليه معايا. ستاشر في المية. اربعة وعشرين دي تبقى معايا. خمسشار تبقى معايا. اربعة وشرين تبقى معايا. بقيت اللي كانت ضعيفة قوي. تسعة واتنين وخمسة واربعة. اللي هي اللي كانت الصغيرة دي خاص. اللي في الاخر دي. دي بيكات تعبانة قوي. انا بالنسبة لي مش حركت اسمعها قوي. انا هي مني اقوى خمس بيكات او اقوى ست بيكات. فانا بجمعهم وبعمل لهم علامة كده هنا عندي. او انا بجيب يعني انا كاتب هنا اربعة لحد الادنى يعني. بجمعهم وخليهم هنا عندي. فبعمل انا ولما بص على كارت زي كده. طبعا مش حد بقى الكارت مش 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 صديع وارقة هو يعني. لكن بجيب وارقة فاضية جنبي. واروح ابص على اقوى بيك الليل مية في المية واكتب كده عندي. اقوى بيك في الكارت ده بتطلع عند خمسة وعشرين بوينت اتنين اتنين. بتاعتها خمسة وعشرين بوينت اتنين اتنين. واكتب جنب منها الرقم ده. واحد زير واحد. وبين قصين عشان ده المستوى اللي طلع علي البيك دي. وبعدين اكتب ان عندي في بيك بتطلع عند الانتنين ستاعتها ستاشر بوينت تسعة. بتطلع عند سبعة تلاتين بوينت تمانية توسيد. الرقم ده مهم. وبين اكتب جنبه سيرو زيرا اربعة. واحد كزا. المهم من الجدول ده انا بسجله فرقه عندي برا. كده انا استفدت من الكارت بتاعي خير استفاده. كده انا فهمت ان الكارت بتاعي بيقولي ان المادة دي بيطلع لها اقوى خمس بيكات مثلا في الاماكن دي. يبقى انا العينة بتاعتي لازم تطلع البيكات في الخمس. لازم يطلع معي اقوى خمس بيكات. او اهل خمس بيكات المفروض يعني ان جنرال خمس بيكات بتوعية طهمة مطابئين لدؤ. يطلع عندي في العينة بتاعتي بيك عند خمس وعشرين بوينته اتنين. وتطلع عندي بيك عند سابعة وثمWait. سبعة وثريتين بوينت تمانية. وتطلع عندي بيك عند سابعة واربعين ان تمانية. وهكزة. لان انا بطابق ما بيني وما بيني. وصلت الفكرة. سريعا احنا ممكن نشوف فسنا ده منظر لكارت تاني. ادي كده الرمز الكميائي بتاعه. عشان كنا بقول لك ده اللي يهمني. يعني اللي معلومة مش مش مفيدة اوي. لكن الرمز الكميائي يبقى معي ده الاكسي هيدروكسايد. اسمه سعاد بيبقى مفيد. ايران اكسايد هيدروكسايد دي مش حلوة بس معقولة. يعني احنا عارفينه ان هو ده الاكسي هيدروكسايد. رقم الكارت مهم جدا. لازم امركز برقم الكارت. برضو ادي الجدول الكبيرة هو. زي ما قلت لك. وادي الرسمة اللي جوه الكارت. زي ما قلت لك انا عناي على اقوى بيكات ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عنده ست بيكات اقوية جدا. فلازم اسجلهم عندي ست بيكات القوية دي. عشان اللازم ان عينا بتاعتي تكون يظهر فيها ست بيكات القوية دي المفروض يعني. فاروح ابص عليه. ادي الاي المية في المية هي. بتطلع عند خمسة وتلاتين وخمسة بوينت خمسة تمانية. بعد المية في المية في خمسة اربعين هي. فدي كويسة. في واحدة تمنتاشر تمنتاشر مع اولة. تمانية عشرين وواحد واربين. يو دول كده اقوى بيكات معي. اللي هم كانوا ينظروا دول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست بيكات دول لازم اركز معيهم. فانا لو بحضر المادة دي المفروض البيكات بتاعتي تطلع متطبقة مع الست بيكات دول. ان دول اقوى بيكات في المادة. دول اكتر حاجة بتقول للمادة موجودة. انا هنا. انا دي البصمة بتاعتي. انا ده الكارت بتاعي. انا المادة دي. فلازم العينة بتاعتي تطلع معي الست بيكات دول في الاماكن دي. ده الطبيعي بتاعها يعني. خاص? اه عشان نختم سريعا انا قلت لك انه ممكن يكون المادة الوحدة لها كزا كارت لازباب كتير. طرق تحضيرها وكده. وفي نفس الوقت ترتيب زراتها عامل ازاي? فمسلا دول نفس المادة هي. نفس المادة. لكن ترتيب زراتها مرة بيبقى كيوبك مرة بيبقى رومبوهيدرال. زي ما قلت لك دي حاجات في الكريستالوجرافي احنا مش عايزين نتقل فيها قوي. لكن دي مادة لو انت محضر المادة دي لازم تروح تتأكد وتقارن تشوف هل بيكاتك متطابقة مع المادة دي في ترتيب زراتها الكيوبك ولا المادة دي في ترتيب زراتها رومبوهيدرال. في الاغلب العام انت لما تكون مبتدئ في الشغل النانو ماتيريز مش هتتعرض لحاجة زي كده قوي. بس انا حبيت انبهك انه رقم الكارت بيفري كتير. يعني شوف ده كارت اهو لرقم وده كارت له رقم تاني خالص لنفس المادة كتركيب كيميائي. لان زي ما قلت لك في شغل الاكسار دي احنا ملناش دعو بالكيميا. انا قلت لك من زمان انه الكيمستري ما تلزمناش بحاجة قوي. الكيمستري ما تعرفش تكلمنا كتير. لما فرقتك الفيديو اللي فات قلت لك الومينا كلهم اسمهم الومينا. بس في الومينا جاما في الومينا كابا في الومينا مش عارف ايه. في كزا في اناتيز و في روطيل. الكيميا ما تعرفش تفرق ما بينهم. فهنا نفس الفكرة الكيمستري ما تعرفش تفرق. لأكسار دي هو اللي بيعرف تفرق ترتيب الزرات. ترتيب الزرات بتفهمه كويس جدا مع مادة كريستالوجرافي. فعشان كده كريستالوجرافيك برامتر زي اللي بتفهمنا الفروات دي. انت كواحد مش مدخص او مبتدئ لازم انت اخد بالك من ارقام الكروت دي. تعرف ايه مين اكتر كارت الطابق مع المادة بتاعتك. خلاص? طيب. دلوقتي انا كل ده بكلمك على كروت في ايدك. انت روحت المكتبة عندك مسلا في الكلية اللي انت فيها او في مركز بحسي روحت حللت عندهم العينة. هم اددوا لك اكتر كارت متطابق مع المادة بتاعتك خلاص. اوتوماتيك. هم عملو لك الماتشينج عملو لك المطابقة وددوا لك الكارت في ايدك مفتوحة زي ما انا باندوا لك كده. ملف بدي اف وقالو لك ايه? اتفضل انت الكارت معك ها. طيب. افرد محدش اندلك الكارت. افرد انت معكش الكروت. تجيب انت بقى كروت منين? او تتصرف ازاي? او انت ازاي بقى نبتدي نتحرك في ان انت تعمل المطابقة بقى ازاي? انت رسمت العينة بتاعتك وعايز تطابق انت مع كروت. نعمل ايه? انا اتصرف ازاي? ده بقى موضوع الفيديوهات الگان سوران اكلم في احطابا. شكرا.